بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الكبير بيت كل الأهلوية وبييت كل الناس عندنا كالعادة موضوعات يعني كثيرة جداً وملفات كثيرة حنتكلم فيها النهاردة بس في البداية طبعاً خلوني أبارك لكل أهلاوي الحقيقة تأهل لدور المجموعات والفوز على نادي اتحاد المنستيري الفريق المحترم الحقيقة بأربعة أهداف مقابل لشيء في مجموع المبارتين مبارتين الذهاب والإياب لدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا في الانطلاقة الأولى لأبناء السويسري مارسيل كولر في البطولة الإفريقية الحمد لله والشكر لله أداء جيد نتيجة جيدة خلي بالحضراتكم من الكلام هم نتكلم عنه أنه هو أداء جيد ونتيجة جيدة خصوصاً أن هذه النتيجة تحققت على حساب فريق محترم فريق محترم من الفرق الكبيرة وكان حديث الصباح والمساء في تونس الموسم أو نهاية الموسم السابق الحقيقة حقق نتائج رائعة سوبر تونسي كاس تونس خسر بطولة الدوري بنقطتين بس أمام الترجي فأنا بشوف أن هذا الفريق هو فريق محترم والحقيقة مبارح تعب النادي الأهلي لحين الشيط الأول تحديداً كان هناك المباراة كانت صعبة من كلا الطرفين سواء من النادي الأهلي أو على النادي الأهلي وأيضاً كانت صعبة على نادي التحاد المنستيري وبالتالي مش عايز أتكلم على مقياس حكم على اللاعبين أو مقياس حكم على كولر بالمناسبة ما عنديش مشكلة أن حد يقول أنه هو شايف أن اللاعب الفلاني ده كويس شايف أن اللاعب الأيلاني ده كويس دي ما عنديش مشكلة فيها إطلاق ولكن صفقة من الصفقات الجديدة اللي أنا اتكلمت مع حضراتكم فيها خلال الشهر اللي فات تحديداً أكرم توفيق هتقول لي يا عم إسلام هو أكرم توفيق أنت بتعتبره صفقة لمن يجهل كرة القدم لمن يجهل فنون أو كرة القدم أو لعبة كرة القدم أو أساسيات كرة القدم لمن يجهل خلاص كرة القدم مش معنى أن أنا أجيب حد جديد ده الصفقة الأساسية أو الحقيقية الجديد هو الصفقة الأساسية أو الحقيقية ولكن أن أنا يجيلي لعيب بعد سنة زي أكرم توفيق أعتقد بالنسبة لنا أو بالنسبة للي بيفهم في الكرة الكل بيعتبر أن ده عودة أكرم توفيق دي بتعتبر صفقة كبيرة ومهمة جداً جداً للنادي الأهلي مش للنادي الأهلي فقط ولكن للنادي الأهلي ولمنتخب مصر محمود متولي هو صفقة بقالها أربع سنين أو ثلاث سنين موجودة في النادي الأهلي ولكن الفترة اللي فاتت ما كانتش بيلعب كتير لعدد أو اتصاب كتير فرجوع محمود متولي للتشكيلة الأساسية هو صفقة مهمة وكبيرة بالنسبة للمدي الأهلي أليو ديانج وحمدي فاتحي عودتهم من الأجازة يعني برضو لمن يجهد لما الواحد بيبقى تعبان ما بيديش 100% من مستوات طبيعية أو 100% من قوته داخل الملعب لما بيبقى تعبان خصوصاً أن بيبقى بقاله سنتين أو ثلاث سنين بيعمل كل حاجة بيلعب كل يومين ثلاث مباراة بيلعب كل يومين ثلاث مباراة سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي في كل البطولات وخط تقريباً كل البطولات ده اسمها حالة تشبع وحالة إجهاد فلما اللعيبة دول ياخدوا أجازة لما اللعيبة دول ياخدوا أجازة شهر مثلاً بالنسبة لنا أو بالنسبة لللي بيفهم في الكرة اللعيبة دي بتبقى رجع جعانة كرة عايزة تلعب فبترجع لمستواها القديم وكأنها صفقة جديدة وده اللي أنا بتكلم عنه يعني طبعاً والمطشرة هي جاية الحمد لله بانت يعني الناس لما تكلمت على تقلق حمدي فتحي ما هو حمدي الفتحي تقلق ليه؟ تقلق لأنه خد أجازة شهر وبالتالي ريح ريح من الثلاث سنين اللي فاته أو من مجهود الثلاث سنين اللي فاته فرجع حمدي فتحي ظهر بهذا المستوى بعد الأجازة وبعد أنه هو يعمل اسمها إيه؟ يعمل فترة إعداد جيدة فبالتالي يرجع يكون أفضل من الأول دي اللي بيفهم يعني اللي اللي لها في الكرة هتتكلم معايا في الموضوع ده هتبقى فاهمة فأنا بكلم أو بخاطب جمهور النادي الأهلي فجمهور الأهلي كله تقريبا بيفهم كرة قدم فعارفين الكلام اللي أنا بقوله ومش أصدي صفقة ولكن أصدي أن في ناس كتيرة رجعت لنا مخليانا كأننا متطمنين مخليانا منش عايزين نعمل صفقات أخرى على الرغم من أن احنا عندنا بعض المواقص اللي موجودة أنا مع حضراتكم صريحة ولكن أنا لما أجأتكلم زي ما قلت لكم كده من الأول محمد فتحي مبارح ظهر بشكل مختلف أليو ديانج ظهر بشكل مختلف محمد الشناوي مش حقدر أقول أنه هو بان قوي لكن يعني فيه كرة قد خطيرة جدا وكان ممكن الشيط الأولان يترجحهم لكن الدور اللي عمله محمد الشناوي ده يقول أنه هو بعد الأجازة وبعد الإجهاد هو بالنسبة لي صفقة جديدة محمود متولي نفس الكلام أكرم توفي ناحية اليمين نفس الكلام عالي معلول ناحية الشمال هو عالي معلول أداءه دلوقتي زي ما كان أداءه في نهاية من الموسم اللي فات قبل الأجازة أو قبل الراحة لا طبعا عالي معلول مختلف دلوقتي أفضل مش أفضل عشان حاجة أفضل أنه ريح من الإجهاد العام فالحقيقة اللي بقوله ده هو الكلام المهم هو ده اللي يهم جمهور النادي الأهلي أو اللي جمهور النادي الأهلي مقتنع به أي حاجة تانية يعني أنا ما بحطش دماغي فيها يعني شكرا شكرا